فقد المهندس طارق الملة وزير البترول برفقة وفد برلماني لمشروع حقل ظهره واستمع الحضور إلى شرح من الوزير حول تطور المشروع والذي حقق أرقام قياسية حيث تبلغ قدرته الانتاجية حاليا حوالي 3 مليار قدم مكعب غاز يوميا ونتاج الاقتصادية والاستراتيجية التي ترتبت على النجاح في تنفيذ المشروع الذي ساهم إلى جانب مشروعات الانتاج الكبرى بالبحر المتوسط في تحقيق الاكتفاء ذاتي وتخفيف أعباء الاستيراد والعودة إلى التصدير كما استعرض الملة أهم التحديات التي واجهها قطاع البترول والتي تمثلت في الزيادة المطردة في الطلب المحلي وارتفاع قيمة الدعم والحاجة لتطوير البنية الأساسية دكتورة إيمان بشكل مباشر ما أهمية تلك الزيارات البرلمانية لحقل ظهره هذا بالإضافة إلى أي مدى ستسهم تلك الاكتشافات في وضع مصر في مصاف الدول المنتجة للغاز الطبيعي؟ خلينا ناخد النقطة الأولى من السؤال فيما يتعلق بالذيارات الخاصة بالوفود البرلمانية وما إلى ذلك وهي في تقديره نوع من الظاهر الشعبي لمساندة القرار السياسي في مصر حقل ظهره هو نقلة نوعية بالنسبة للمصر على كافة الأسعاد وليس فقط على الصعيد الاقتصادي ولكن كقرار سيادي متضمن جامع الأركان النقلة نوعية الخاصة بحقل ظهره هو أنه مكننا من الانفتاح على الترتيب فيما يتعلق بملف الطاقة إقليميا أصبحنا من الأوائل في إدارة ملف الطاقة ليس فقط الاكتشاف من حقل ظهره ويعدل أكبر في منطقة شرق المتوسط ولكن كمان لامتلاك مصر ميزة نسبية تتعلق بالاستعدادات اللوجستية محطات الإسالة وما إلى ذلك مصر تعتبر الوحيدة في الإقليم كله اللي بتمتلك محطات إسالة وهو ده اللي زاد من القيمة النوعية لإكتشافات حقل ظهر وإكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط بشكل ما حتى أنه زاد الأمر أننا تغطينا حاجز الاكتفاء الزاتي وأعلننا عدم الاستيراد بشكل رئيسي في الربع الثالث من 2018 هناك أهمية نوعية تتعلق بذلك الحقل خاصة مع تصاعد الأنشطة وتصاعد التوترات في منطقة شرق المتوسط ومناوشات مختلفة بشكل ما فده يستدعي نوع من التماسك نحو الظاهير الشعبي لإنجاز ذلك ملف الخاص في الطاقة اشتركوا في القناة